شدد رئيس عبدالفتاح السيسي على ضرورة توفير التمويل اللازم لدول منخفضة الدخلة لتنفيذ تعهداتها الخاصة بالمناخة جاء ذلك في مدخلة للرئيس عبدالفتاح السيسي بجلسة حوارية بعنوان التحول الطاقي وتأمين الإمدادات وخفض الانبعثات خلال مؤتمر ومعرض مصر الدولي السابع لطاقة إيجيبس 2024 صوروا إن إحنا في مصر أيضا كان عندنا بنفقد حوالي ما يقرب من 9 إلى 10 مليار دولار سنويا نتيجة سوء البنية الأساسية والطرق الموجودة في الدولة المصرية على خلال سبع سنوات أيضا قدر أقول بمنتهى التواضع إن إحنا قدرنا نتغلب على هذه المشكلة بس إحنا أنفقنا أموال ضخمة جدا أموال ضخمة جدا والحقيقة يعني يا ترى كان هالي النهاردة المؤسسة التمويل وهي شايفانا وإحنا بنعمل ده كله كان عندها استعداد إن هي تدينا تمويل منخافة التكلفة عشان تراعي الخطة أو التعاودات اللي إحنا عملناها ننفذها بالفعل ده سؤال أنا بترحه وبسيبه كده والكلام ده ينطبق على مصر وينطبق على أفاقي إذا لم تتوفر التمويل اللازم للدول اللي هي منخفضة أو الاقتصادياتها متوضعة ودي كلمة يعني مهزبة يعني أنا بتكلم عن الناس اللي اقتصاداتها صعبة هتعمل إيه؟ إحنا قلنا في مؤتمر باريس في 2015 إن في مئة مليار دولار هيبقيتم ضخهم لصالح يعني الطاقة والمناخ وكلام من هذا القبيل وإحنا قلنا لو الكلام ده تحقق بالفعل إحنا بنتكلم نهاردة من 15 لنهاردة يعني حوالي 8-9 سنين لم يضخ أموال بالقيمة ده تبقى للتعاودات اللي تمت ترجمة نانسي قنقر